الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد نبدأ الليلة إن شاء الله رحلتنا مع رسالة التوهم في أحوال الآخرة رحلت الإنسان إلى عالم الآخرة للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى واللقاء السابق كان مقدمة بيّنت فيها أهمية تذكر الآخرة بل وثرة الفكرة فيها تعالوا لنبدأ ولنبحر في هذه الرحلة الشيقة بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله التوفيق والسداد والمعومة ولكن أحب أن في السلسلة وهذه الدروس لن تؤتي ثمرتها المرجوة والمطلوبة إلا إذا تحققنا باسمها اسمها ماذا؟ اسمها رسالة التوهم فهو يريد منا رحمه الله أن نتوهم بالفعل تلك المراحل أننا ننزلها مرحلة مرحلة أن نتخيل أنفسنا بالفعل بهذه الرحمة وليس مجرد أن نقرأ الكلمات التي ساقها الحارف رحمه الله بعيداً عن أن تمس القلوب أو العقول وأن تمازج الأفكار وأن تخالطها لا السمر ستكون ضعيف لذلك لا أحب أن أنبه هذا التنبيه في كل مرة بل أنبه في أول أشرح وفي أول الرسالة أننا نحاول أن نتخيل أنفسنا من يتكلل الحارف؟ أن نتخيل أنفسنا الذين يرتحلون تلك المراحل قال رحمه الله الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار الكبير المتعال الذي جعلنا للبلوى والاختبار ما معنى جعلنا للبلوى والاختبار؟ طبعاً الأفضل والأكمل أن تكون الرسالة بين أيدينا لنسجل الفوائد على هامشها علنا ننتفع وننفع غيرنا إن شاء الله الذي جعلنا للبلوى والاختبار أي خلقنا الله ليبتلينا ويختبرنا في هذه الدنيا كما قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالا يعني ليختبرنا سبحانه وتعالى بالأوامر والنواهي ليختبرنا بالأوامر والنواهي وقال ولنبلو أنكم حتى نعلم الموت وجاهدين وأخباركم ولنبلو أنكم يعني لنختبرنكم كما ذكرنا بالأوامر والنواهي ونبلو أخباركم يعني نظهرها كان الفضيل رحمه الله وهو من هو في الفضل والقدر والعلم والتعبد إذا قرأ هذه الآية بكى ولنبلو أنكم ويقول إنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستهرنا هو من توضعه رحمه الله يخاف أن يفتضح عند الله سبحانه وتعالى لا يرضى نفسه لله بل يحاول أن يجاهدها ليحسن مسيره إلى الله تبارك وتعالى إذن لا بد من ابتلاء واختبار الذي لا يفهم هذا المعنى لم يفهم الحياة ولا لماذا خلقنا الله ولا لماذا يعيش والإيمان كما نعلم صبر وشكر نصفان صبر مطلوب من العبد عند الابتلاء أو ولد أو زوجة أو زوجة أو صحة أو غير ذلك وشكر وهذا واجب السراء يعني يشكر الله عز وجل بعض الناس وللعجب إنما يريد وإن لم يكن هذا لسان مقاله فهو لسان حاله يريد فقط السراء وواجبها الذي هو الشكر أما الضراء فلربما لم تخطر بباله ولا ربما إذا ابتلي واختبر ربما ينقلب والعياذ بالله تعالى من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب نعوذ بالله من الفتنة لذلك لنحرص على تقوية الإيمان وزيادة الإيمان لنحصل ما وجب علينا من الأعمال والطاعات في مثل هذه الابتلاءات والاختبارات واعلم أخي ولنعلم جميعا أنه لن يكون دخول الجنة إلا بعد الابتلاء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يزيدنا إيمانا وهدى وأن يعيدنا من الفتنة قال رحمه الله وأعد لنا الجنة والنار فعظم لذلك الخطر وطال لذلك الحزن لمن عقل والذكر حتى يعلم أين المصير وأين المستقر يعني العبد حين يعلم أن الله عز وجل قد خلق وأعد لنا الجنة والنار يسأل نفسه ترى في أي الدارين سأحل أين المقر أين المستقر نعم نرجو رحمة الله ونطمع في ذلك إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايان والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين هذا حال المؤمن ولكن هو مع هذا الطمع أيضا يعظم خوفه أن يكون من أهل النار أن يوبق فيها بسبب بعض ذنوبه ولا حول ولا قتل بالله ولا علم أكيد لديه أنه من أهل الجنة ومن قال أنا من أهل الجنة فأم من أهل النار كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول فنعوذ بالله من الغرور لأجل المعصية يعني يخشى أن يكون ممن غضب الله عز وجل عليه رآه على بعض ذنوبه فغضب عليه ومقته أعوذ بالله من ذلك والرضى ثمرت ونتيجة العمل بطاعة الله فالعبد لا يدري هل رضي الله عني أم غضب عليه إذن يطمع في جنة الله ورضى الله تبارك وتعالى ويخاف من ناره ومن غضبه وعذابه يقول لدي أيهما قد حل ووقع له فعظم لذلك غمه وطال لذلك حزنه واشتد كربه حتى يعلم كيف عند الله حاله لا يقصد رحمه الله أن يظل العبد طيلة عمره وفي كل أحواله حزينا كئيبا وإلا فالحزن قد نهى عنه القرآن ولا تحزن عليهم وإنما يقصد رحمه الله بأمر الآخرة أن يظل مهتما بأمر الآخرة متفكرا فيها كمقر له ومصير له في أي الدارين سأكون أي الدارين داري لا أدري إذن يخاف يرجو ويخاف نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار واشتد كربه حتى يعلم كيف عند الله حاله وإذا كان حال الأنبياء كذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم إني وأنا بين أظهركم لا أدري ما يفعل الله به وهذا من؟ هذا رسول الله خير الخلق وأفضل الرسل والبشر على الإطلاق ومع هذا يقول إني لا أدري إني وأنا بين أظهركم لا أدري ما يفعل الله به وأيضا نجده يصرح لن يدخل أحد منكم الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا وكيف كان عصده أزيزك أزيز المرجل من البكاء وكان يصوم يواصل الأيام والليالي لا إفطار ولا سحور وكان كثير الصدق حتى قيل في وصفه ما قال لا قط إلا في تشهده لو لا التشهد كانت لأه نعم وكان حسن الخلق يحتمل الإساءة ويرد الإساءة بالإحسان وما ضرب بيده صلى الله عليه وسلم إمرأة قط ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل أخلاق وعبادات ومع ذلك لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فكيف تكون حاجتنا إذن إلى الرحمة كيف يكون تشوفنا ورغبتنا فيها وكيف يكون احتقارنا وانتقاصنا لعملنا إذا كان عمل خير الأنبياء والرسل بل خير الخلق على الإطلاق يقول عنه أنه لن يدخله الجنة فكيف بعملنا وكيف يعجب بعضنا كيف يغتر أو يقع في رياء أو نحو ذلك من محبطات الأعمال إذا كان هو وإن كان خالصا لله تبارك وتعالى العبد يخشى فكيف إذا خالطه ما خالطه من المحبطات المبطلات نعوذ بالله من ذلك إذن يظل العبد راجيا خائفا مجتهدا في العمل بطاعة الله حريصا عليها متجنبا لمساخته وما يضبه وإن واقع شيئا منها بادر إلى التوبة والإنابة ولكن ومع هذا كله لا يجزم لنفسه بجنة ولا بنار وإنما يخاف على نفسه من النار ويرجو رحمة الله وجنة لذلك قال الله عز وجل عن أهل الإيمان والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة يعني ألا يقبل قد يكون هناك منهم تقصير وقد يخالط النية ما يخالطها نحن لا ندري إذن أصلي أصوم أتصدق أذكر أحسن إلى غير ذلك من أنواع الطاعات وأنا واجل خائف والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون بما وصف أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون قلوبهم وجلة خائفة من العرض على الله خائفة أن يكون في أعمالهم شيء من الدخل والدخل الذي ربما يبقهم يخاف أن لا ينجو بسبب العمل ونحو ذلك كما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يسرقون ويشربون الخمر أو يزنون ويخافون أن لا يقبل منهم قال لا يا ابنة الصديق إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم أو كما قال أصدق النبي يسرقون قال فإلى الله فارغب في التوفيق وإياه فسل العفو عن الذنوب وبه فاستعن في كل الأمور كم نصيح هنا إلى الله فارغب في التوفيق والله ما نستطيع شيئا من العبادات والطاعات ولا أن نتجنب شيئا من المعاصي والموبقات وأن نتركه إلا بالله هل هذا المعنى يا إخواني وأخواتي قد رسخ في القلوب أم أنك تظن أن الطاعة أسهل ما تكون كما يقولون ده الطاع دي ده الصيام ده وقيام الليل ده في جيب اليمين ده حاجة يعني لا لنحذر أن نغتر لن نأتي بشيء من الطاعات إلا بتوفيق الله ولن يصرف عنا شيء من المعاصي والموبقات إلا بالله تبارك وتعالى ليكن هذا المعنى واضحا لدينا وإياه فسال العفو عن الذنوب لن نصبح معصومين فما واقعنا من الذنوب فهو مقابل للعفو والمحو بإذن الله تبارك وتعالى إذا ندمنا عليه وتبنا منه إلى الله تبارك وتعالى وحققنا شروط التوبة وبه فاستعن في كل الأمور سواء كانت أمورا دنيوية أو أمورا دينية أخروية يقول فعجبت كيف تقر عينك أو كيف يزايل الوجل والإشفاق قلبك وقد عصيت ربك واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه أي معنى هذه الجملة يتعجب الحارث رحمه الله من أصحاب العيون القريرة اللي هو ولا شغل باله بالأخرى ولا بالحساب ولا الخوف من المصير إلى النار ولا أن يخف الميزان أو أن يسقط من على الصراط في النار هذه الأمور لا يعنى بالفكرة فيها ولا تخيف قوله كيف يزايل الوجل يزايل يعني يفارق والإشفاق قلبك كيف يفارق قلبك كيف لا تكون مشفقا قال الله تعالى عن أهل الجنة إن كنا قبل في أهلنا مشفقين إن كنا قبل في أهلنا مشفقين إشفاق أهل الجنة خوفهم ألا يقبلوا خوفهم من عذاب الله تبارك وتعالى وقد عصيت ربك واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه لأن الله عز وجل يقول من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير نعم الأذن نقبل معارضة المغفرة ولكن هي أسباب نأخذ بها فهل يجزم أحد منا لنفسه أن الله قبل توبته أم أنه كما قال الله وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه وهكذا كل تائب إما أن تقبل توبته ويغفر له وإما أن ترد لا ندري نطمع في رحمة الله ونخشى عذابه والمعصية سبب الغضب وسبب العقاب فكيف يكون الإنسان مع ذلك مطمئنا قال والموت لا محال تنازل بك بكربه وغصصه ونزعه وسكراته فكأنك قد نزل بك وشيكا سريعا كأنك يعني قد نزل بك الموت وشيكا يعني قريبا سريعا والموت له سكرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وغصص وغصص كإنسان لا ينزل من حلقه بل يتردد في حلقه كما يكون حال العبد عند نزع الروح وله كرب وشدة فإذا تفكر الإنسان في ذلك تحسن الاستعداد لهذه اللحظة وهذا الموقف ثم يقربنا أكثر وأكثر من هذه اللحظات في قوله رحمه الله فتوهم نفسك يلا ركزوا بقى معي باللي عليكم اللي راح يعمل نسكافيه واللي بيقلب في التليفون واللي لا سيبي اللي فيدك وركز عشان حنبدأ الرحلة بتاعتنا بجد بقى يعني إيه جديا بقى اللي هو حنبدأ نعمل إيه اللي إحنا نتخيل أنفسنا في هذه الكلمات التي يقوله لما يقول تخيل نفسك وقد صرعت أو تواهم نفسك وقد صرعت للموت سرعة لا لا تقوم منها فعلا المعنى ده نتخيله نتوهمه وهي مشكلة الناس فعلا إنهم ما بيتفكروش في المعاني دي ممكن يقرأ لكن المعاني لا تخالط القلب لا يتفكر فيها لا يتخيلها آه قرأت عن الموت لكن تخيلت نفسك أن فعلا نزل بك الموت طب لما ينزل بي الموت حيب أحالي إيه طيب لما أتفكر في نزول ملك الموت والملايكة كل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم والملايكة اللي هو توفته رسولنا الذين يكونون مع ملك الموت كيف سينزلون بأي صورة نزل إليه ملايكة من السماء بيض الوجوه ناس الله الكريم من قضله ولا نزل إليه من السماء ملايكة سود الوجوه أنا أطمع زي ما قلت في رحمة الله لكن ما عنديش ضمان إن التاني ده مش هيحصل لي فلازم أفضل خايف زي طالب مذاكر ومكتهد مفيش في قلبه خوف لأ جابه لامتحان من بره المنهج جابه من الفهرس جاب حاجات ما أيوة أنا عارف إن ربنا لا يظلم طبعا المقارنة غلط لكن أنا بتكلم إن ممكن الإنسان يخذل بسبب بعض ذنوبه وبعض معاصيه وحيوضح الكلامة الحارس قدام شوية في الرسالة إن ممكن يكون الإنسان مأمل في عمل من الأعمال إن هو ده اللي بقى إن شاء الله ينجينا ربنا بيوم الإيامة ويديهم الإيامة يلاقي العمل ده راح عليه بسبب فساد النية وعندنا حديث الأول من تصعر بهم وأنه الرجل تعلم القرآن وعلمه وتخيلين إن يعني يمضي عمره في ذلك تعب قد إيه في الحفظ وتعب قد إيه في التحصيل والتثبيت والمراجعة والإجازات اللي حصلها وبعد كده تعليم الناس وبعد كده يتسحب على وجهه إلى نار جهنم الموقف صعبي يا إخواني والله حتى لو الإنسان فعلا أيها بنقول نطمع في رحمة الله بس فعلا الأهوال الأهوال شديدة إيه إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت الأهوال شديدة فعلا الأمر مش مش زي ما بعضنا بيستسهله لا وإذا كان الأنبياء ومن بعدهم من الصحابة والصالحين كانوا في قمة الإشفاق والوجل مع قمة الاجتهاد في الطاع يبقى حلنا إحنا يبقى شكله إيه عايزين نفوق فعلا عشان كده لما أقول نتخيل ونتوهم فعلا آه يبقى أك وقف كل حاجة حواليك ركز في الكلام ويمشي معايا أكننا اللي بإيه بينطبق عليه الكلام توهم نفسك وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك توهم نفسك في نزع الموت وكربه وغصصه وسكراته وغمه وقلقه يا الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييد انت عارف الخمرة بتعمل إيه في عقل الإنسان هذه السكرات لأنها تفعل ذلك في عقل الإنسان تغلق عقل الإنسان وسمعه وبصره عما حوله غمره تغمر الإنسان كالماء إذا غمر الشيء تغشى الإنسان تغلب عقله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغشاه الكرب عند الموت حتى قالت فاطمة وكرب أبتاه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم وهذا الأمر واشتداد هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم لمضاعفة الثواب له صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات إن للموت سكرات وهذه السكرات لا محالة في نزع الموت الروح تجذب تنزع هذا الكرب الذي ليس ككل كربات وشدائد الدنيا أبدا يختلف تماما كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك غصص سكرات غم قلق ولا حول ولا قوة إلا بالله فهو صلى الله عليه وسلم قد أصابته هذه السكرات والإنسان لا محالة ولا مفر سيكون في هذه اللحظة وستصيبه هذه السكرات وقد بدأ الملك بجذب روحك من قدمك فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك ثم تدارك الجذب واستحث النزع وجذبت الروح من جميع بدنك فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك حتى إذا بلغ والكرب ألام الموت جميع جسمك وقلبك واجل محزون مرتقب منتظر للبشرى من الله عز وجل بالغضب أو الرضا وقد علمت أنه لا محيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك يبدأ ملك الموت ينزل ملك الموت يجلس عند رأس الميت تنزل الملائكة تجلس من العبد مد البصر يبدأ بجذب الروح ينادي عليها يا ترى بما سينادي هل سينادي أياتها النفس الطيبة اللهم إنا نسألك من قضلك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رفقك ورحماتك وعفوك ولط وعفوك ولطفك في هذه اللحظات الشديدة كما كان بعض السلف يقول ننتظر منك العفو والمغفرة فيها يا أرحم الرحمين أين نحن الآن إخواني وأخواتي نحن الآن على فراش الموت نعم نزل ملك الموت الملائكة الرسل الذين معه جلس عند رأس الميت بدأ ينادي على الروح بإحدى النداءين قال صلى الله عليه وسلم الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قال اخرجي أياتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حنيدة يثنون عليها لصلاحها وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبات راحة وطمأنينة ورزق حسن فلا زل يخلها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها يا رب جعلنا من أهل هذا الحديث ومن الرحل بدأ ملك الموت بجذب روحك من قدمك الروح تجذب من أسفل لأعلى يتخيل الإنسان الروح بدأت تسحب من الجسم من أسفل القدمين ثم تدارك الجذب واستحث النزع وبدأت الروح ترتفع لأعلى جذبت من جميع البدن نشطت من أسفل لأعلى عمت آلام الموت جميع الجسد ثم إذا كان العبد فاجرا أو كافرا ماذا يقال له وإذا كان الرجل السوء قالوا أخرجي أيها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي زميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر وآخر من شكله أزواج نعوذ بالله ولا يزال هذا تخرج حتى يضرب الميت ولا حول ولا قوة إلا بالله كما سنرى ذلك في حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه وكيف يكون وتكون عقوبة هذه النفس الخبيثة والعياذ بالله تعالى كيف تكون عقوبة هذه النفس الخبيثة ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنها لا تخرج حتى تضرب وتخيل معي ميت يضرب لا حول ولا قوة نعم والله وسيأتي وهذا موجود في آيات القرآن ولا أنا لا أريد أن أسبق كلام الحارث رحمه الله يقول وقلبك واجل محزون مرتقب منتظر للبشهة أو الرضا إما أن يكون ممن رضي الله عنهم أصحاب النفوس الطيبة طابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته طابت ألسنتهم بذكره والثناء عليه طابت جوارحهم بالعمل بطاعة يركزه في الثلاث حاجات دول طيبوا القلوب بمعرفة الله خدوا واجب كده اكتبوا على الهامش مدارسة الأسماء والصفات مدارسة أسماء الله الحسنة من أعظم أسباب إصلاح القلوب وزيادة الإيمان والاجتهاد في الصالحات طابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته طابت ألسنتهم بذكره والثناء عليه الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره واحد بيحب واحد وليه فضل عليه على طول تلاقيه يحشر اسمه في كل كلامه وفي كل مجلس فكيف من يحب الله عايز تعرف أنت بتحب ربنا ولا لا انظر لمساحة الذكر في يومك وليلتك كيف هي بتسبح كم مرة في اليوم بتحمد كم مرة في اليوم لا إله إلا الله كم مرة لا حول ولا قتل إلا بالله استغفار كم مرة الصلاة على النبي صلى الله كم مرة لا معلش حطه لنفسكو ونحط لنفسنا كده ترمومتر اختبار محبة شوف كده الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم هو جايب أكتر من مئة فايدة لذكر الله تبارك وتعالى أو المشوق لذكر الله لمحمد شمان الرملي وهو يشوقنا لذكر الله والاجتهاد فيه أصلاً مستمتع بالعبادة محبة للصلاة مكثر منها خيام الليل الضحى كثرة تلاوة القرآن والحرص على الفهم والتدبر كثرة الصلاة أيوة هذه النفس الطيبة حنتعب يا عبادة الله شوية بس هي أصلاً أيام معدودة ونرحل ومحدش عارف أصلاً هي في أيام ولا مفيش فعايزين نعيشها صح نفهم الحياة صح حتتعب هنا حتستليح هناك فتأتيه البشرة من الله عز وجل بالرضا أما الآخر ولعياته بالله تعالى تأتيه البشرة من الله بالغضب يقول فبين أنت في كرى بك وغمومك وألم الموت بسكراته وشدة حزنك لارتقابك إحدى البشريين من ربك إذ يعني بين أنت في كذا إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو بأقبحها هذا مستفد من حديث البراء نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس نسأل الله الكريم من الفضل أو الكافر والفجر نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه عياذا بالله تعالى كيبه هذا كله بحسب حال الإنسان بحسب عمله يقول ونظرت إليه مادا يده إلى فيك ليخرج روحك من بدنك فذلت فذلت نفسك لما عاينت ذلك أو عاينت ذلك وعلق قلبك بماذا يفجأك من البشرى منه إذ سمعت صوته بنغمته بنغمته يعني نغمة الصوت يعني أقصد أبشر يا ولي الله برضى الله وثوابه يا رب جعلنا من هؤلاء وهذا في قول الله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم روح وطمأنين وسرور ورزق حسن وبهجة ويبشر كذلك بالجنة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين سلام لك تسلم عليه الملائكة وتقول له لا بأس عليك أنت إلى خير أنت إلى سلام بل وورد في بعض الآثار وسندها حسن عن محمد بن كعب القرضي وعن البراء بن عازب رضي الله عنه تحياتهم يوم يلقونه سلام يسلم ملك الموت على المؤمن ينزع روحه بهذه الآية وفي أثر محمد بن كعب القرضي أن ملك الموت يأتي فيسلم على المؤمن ويقول له السلام عليك يا ولي الله الله يقرئك السلام يا الله هي الاستقامة يا عباد الله أمرها هيم لا والله ده الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى والتزام طاعة الله تبارك وترك الحرام دي ثمرتها دنيا وأخرة أن يوصل الإنسان للدرجة دي السلام عليك يا ولي الله هو يقول هنا أبشر يا ولي الله برضى الله وثوابه أو أبشر يا عدو الله بغضبه وعقابه فتستيقن حينئذ بنجاتك وفوزك ويستقر الأمر في قلبك فتطمئن إلى الله نفسك أو تستيقن بعطبك وهلاكك ويحل الإياس قلبك وينقطع من الله عزيزي عز وجل رجل حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والسرور قلبك قلب أفحال من الغم والهم والعياذ بالله لأنه أيقن بالهلاك يأس من رحمة الله بسبب كفره ونفاقه وفجوره والعياذ بالله يقول حين انقضت من الدنيا مدتك وانقفع منها أثرك وحملت إلى داري من سلف من الأمم قبلك وهذه اللحظات إخواني وأخواتي لابد وأن نشهدها لابد من تلك اللحظة التي تنتهي فيها مدتنا من الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر ويخرج من الدنيا مباشرة لا يؤخر ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فلنعد للسؤال جوابا يقول فتوهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورا أو ملئا حزنا وعبرا بفترة القبر وهول مطلعه وروعة الملكين وسؤاله ما فيه في القبر عن إيمانك بربك فمثبت من الله جل ثنائه بالقول الثابت أو متحير شاك مخزول نصل أن يثبتنا بالقول الثابت وهذا موضع الحديث المشهور حديث البراء بن عازب رضي الله عنه هذا الحديث الطويل الذي يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يحدث للعبد المؤمن عند الموت عندما تنزل الملائكة وينزل ملك الموت لقبض روحه وما البشريات التي يبشر بها كذلك فيه حال الكافر والفاجر ما الذي يحدث له حين ينزل ملك الموت وتنزل الملائكة رسول الله وما العقوبات التي يبشر بها عياذا بالله تعالى وهذا سيكون موضوع الحلقة القادمة أو اللقاء القادم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى وأن يجعلنا من الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة